ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية خصصا لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة التي حددها الملك محمد السادس وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه جرى خلال الاجتماع تتبع الأجراءات الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع سواء التغطية الصحية الإجبارية أو آمو تضامن ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال عام 2023 باعتبارهم الآليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال عام 2024 في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل عام 2025 ودعى عزيز أخنوش الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الإجبارية باعتباره نظاما تعضوديا بالنسبة للعمال غير الأجراء وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك كما حث رئيس الحكومة الإدارات المعنية على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية عام 2023 من عدد الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية لأكيد اليوم هو أنه لا التغطية الصحية الإجبارية ولا الجوانب الأخرى المرتبطة بالإصلاح الحماية الاجتماعية في شكله العام تسير في الطريق الصحيح ووفق الأجندة المسطرة سلفا والتي كما كان متفقا ومسطرا من قبل فسنة 21 و22 خصصت لإدماج كل الأشخاص في نظام التغطية الصحية الإجبارية وهو ما تم بالفعل حيث أنه منذ شهر شتنبير تم إدماج كل الذين كانوا مسجلين بالنظام الرمض سابقا في هذا النظام الجديد وسنة 23 ستكون مخصصة إن شاء الله لإصلاح الأنظمة المساعدة وجمعها في النظام الموحد مرتبط بالدعم المخصص أو اللي كيتجمع في وسنة السنوات المقبلة لسنة 24 لتجسيد هذا النظام وتعميمه وسنة 25 لإصلاح نظام فقدان الشغل